اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قرار من اخطر القرارات اللي صدرت في تاريخ نادي الاهل قرار اقاف ابو الكرة المصرية وكابتن فريق كرة القدم حسين حجازي لمدة ثلاث شهور وكان القرار ده بسبب رفضه استلام ميداليات المركز التاني بعد فوز الترسانة على الاهلي في نهائي كاس السلطان حسين والقرار ده اتاخد رغم ان الاهلي حيلعب بعد ثلاث يام بس مباراة نهائي كاس مصر امام المختلط وكمان منتخب مصر حيسافر يلعب في الدورة الاولمبية بامستردام يعني قرار مؤثر سلبا على المستوى الفني سواء للاهلي او المنتخب لكن كعادة الاهلي الاخلاق والمبادئ قبل البطولة فرفض اي تدخلات لرفع الايقاف ولعب الاهلي نهائي كاس مصر بدون حسين حجازي افضل لعبيه وفاز على المختلط واحد صفر وفاز بالبطولة وكمان منتخب مصر لعب من غيره في الدورة الاولمبية وقدر يحقق اكبر انجاز في تاريخه الدولي بالفوز بالمركز الرابع في مسابقة كرة القدم وكانت الدورات الاولمبية زي كاس العالم للمنتخبات في الوقت ده قبل ما تبدأ بطولات كاس العالم سنة كام الف تسعمية وتلاتين وتكلمنا عن موقف اتنين من قيادات الاهلي اللي هم جعفر ولي باشا رئيس الاهلي ورئيس اتحاد الكرة في نفس الوقت واحمد فؤاد انور سكرتير الاتحاد من الخروج الاخلاقي الاتنين من لعبي مصر في الدورة الاولمبية وازاي رفضوا موقف واكيلاي الاتحاد النبي العباس حليم ومحمد حضر بيك اللي كانوا رفضين اقاف الاتنين لعيبة ليه؟ لان واحد منهم ضموا للمختلط واستقل جعفر ولي باشا واحمد فؤاد انور من اتحاد الكرة بالسبب ده والصحفة ايدت موقفهم ورافضت استقلتهم فرجع لمواقعهم تاني بعد اقرار المبادئ واتكلمنا عن وفاة عبدالخالق ثروة باشا الرئيس التالت للاهلي وانتخاب صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيسا شرفيا للنادي وسعادة عزيز عزة باشا وكيلا شرفيا للنادي وختمنا الحلقة بسؤال عام 1928 شهد انجاز كبير لنجم الاهلي ومصر اسحاق حلمي ايه هو الانجاز اللي حققوا اسحاق حلمي انجاز اسحاق حلمي كان عبور المنش عشان يبقى اول مصري واول عربي واول افريقي يعبر المنش وكان انجاز عالمي وبحر المنش زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة بيقع بين انجلترا وفرنسا وبعد المصادر الجغرافية بتسميه القناة الانجليزي وعبور بحر المنش بيتم بين اقرب نقطتين فيه كاليه في فرنسا ودوبر في انجلترا ودي مسافة طولها تقريبا تلاتة وتلاتين ونص كيلو متر والان الطيرات البحرية قوية جدا في المنطقة دي فبيضطر السباحين انهم يقوموا في طريق متعرج يعني تقريبا المسافة بتزيد شوية وتصل لحوالي لاربعين كيلو وعشان نعرف قوة وقيمة الانجاز ده لازم نعرف ان نسبة تجاح عبور المنش محاولة واحدة كل ست محاولات وكان اول سباح يعبر المنش الانجليزي ماتيو ويب وده كان سنة 1875 وكان العبور من الشاطئ الانجليزي للشاطئ الفرنسي واول محاولة نكحة من الشاطئ الفرنسي للشاطئ الانجليزي للسباح الارجنتيني انريكو تيرابوشي وده كان سنة 1923 اما اول محاولة نكحة لعبور المنش ذهاب واياب ام بيها السباح الارجنتيني انتونيو ابريتوندو وده كان سنة 1961 واول امرأة تعبر المنش كانت الامريكية جيرترود ادريل وده كان سنة 1926 المحاولة النكحة اللي عملها اسحاق حلمي كانت المحاولة الرابعة بعد ثلاث محاولات غير ناجحة اعوام 1924 و25 و26 وبعد نجحه في المحاولة الرابعة كرموا الملك فؤاد بمنحوا نوط الجدارة واطلقوا عليه العديد من الالقاب منها رائد السباحة الطويلة وعميد السباحين المصريين واطلق عليه انجليز لقب فرعون مصر وقبل وفاته في 5 نوفمبر 1980 منحوا الرئيس الراحل انور السادات وسام الاستحقاق مع مجموعة من الرياضيين وننتقل لسنة 1929 واللي شاهد بدايتها خبر سعيد جدا للنادي الاهلي فقد حصل النادي الاهلي على الرعاية الملكية في 8 يناير 1929 وسعيد زلفقار باشا كبير امناء القصر الملكي بعد خطاب للنادي الاهلي جي في ايه؟ حضرة صاحب المعالي جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة اقتدت ارادة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك ان يشمل ناديكم بالرعاية السامية واني اتشرف بابلاغ معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام 8 يناير 1929 كان يوم تاريخي للنادي الاهلي في الوقت ده الرعاية الملكية هي اسمى ما يحصل عليه اي نادي في مصر ومن اليوم ده اصبح النادي الاهلي يطلق عليه النادي الاهلي الملكي ومش بس كده في نفس اليوم سعيد زلفقار باشا كبير امناء القصر الملكي بعد خطاب تاني لنادي الاهلي جه في حضرة صاحب المعالي جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة اقتدت ارادة صاحب الجلالة الملك ان يأذن لناديكم بتسمية ملعبه الجديد باسم صاحب السمو الملكي الامير فاروق ولي عهد المملكة المصرية واني اتشرف بابلاج معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام تمانية يناير الف تسعمية تسعة وعشرين وبكده اتغير اسم ملعب النادي الاهلي في الجزيرة فاصبح اسمه ملعب الامير فاروق وفضل اسمه كده لحد سنة الف تسعمية اتنين وخمسين فبقى اسمه استاد الجزيرة وبعدها سنة الف تسعمية ستة وستين تم اطلاق اسمه مختار التتش على الملعب ده واصبح اسمه لحد النهاردة استاد مختار التتش وبعد الحصول على الرعاية الملكية قرر النادي الاهلي تغيير شعاره وزي ما احنا عارفين اللي قدامكم على الشاشة الشعار الاول اللي اتعمل سنة الف تسعمية ستة وعشرين فتم عمل شعار جديد يحمل سمات الاهلي فكان الشعار اللي قدامكم على الشاشة دلوقتي الارضية الحامرة بلون عالم مصر وده اللون اللي الاهلي خدوا علشان يبقى لون فانيلتون والتاج رمز الرعاية الملكية في اعلى الشعار واسفل الشعار اتكتب الاهلي وفي الوسط النصر المحلق وتم اختيار النصر باعتباره رمز للصحة والقوة والتحفز والحرية وزي ما احنا عارفين الشعار ده استمر لحد ما قامت ثورة الف تسعمية اتنين وخمسين وتم فيه استبدال التاج بكلمة النادي زي ما انتم شايفين على الشاشة كده وفضل شعار النادي لحد احتفالات المئوية في الفين وسبعة وتغير الشعار وبقى اللي قدامكم دلوقتي وفي نفس السنة سنة الف تسعمية تسعة وعشرين كان فيه حدث تاريخي مختلف الاهلي عمل اول رحلة خارجية في تاريخه لفريق كرة القدم الرحلة كانت لعدة دول اوروبية لعب الاهلي فيها عشر مباريات وسبق اثر كبير قوي وحقق نتايج رائعة لما الاهلي قرر يعمل رحلة لفريق الكرة يلاعب فيها اندية اوروبية ما كانتش دي اول مرة يفكر فيها المسؤولين في الاهلي في رحلة شارجية سنة الف تسعمية واحد وعشرين كانت اول مرة تفكر ادارة الاهلي في رحلة اوروبية لفريق الكرة وزي ما جي في الكتيب اللي اصدروا الاهلي بمناسبة رحلته الاوروبية سنة الف تسعمية تسعة وعشرين ذكر الكتيب ان سنة الف تسعمية واحد وعشرين كانت الفكرة ان الاهلي يعمل رحلة لشمال افريقيا او في جزر البحر المتوسط زي مالقة او في سويسرا وفرنسا وبلجيكا وفعلا المسؤولين في الاهلي رسلوا بعض الاندية الاوروبية والاتحادات كان تراجع المسؤولين في الاهلي عن القيام بالرحلة لسببين الاول ان الفريق ما كانش بالقوة المطلوبة اللي تخليه مسل اسم الاهلي ومصر افضل تمثيل السبب التاني ان المراسلات اللي تعملت مع الاندية والاتحادات الاوروبية كان فيها تفاصيل توضح ان الرحلة هتكون خسائرها المالية كبيرة جدا وفي الوقت ده وزي ما قلنا قبل كده كان الاهلي لسه بيسدد باقي القرد الكبير اللي عملوا سنة الف تسعمية وتمانية عند تأسيس النادي لكن سنة الف تسعمية تسعة وعشرين لما المسؤولين في الاهلي فكروا في تنظيم الرحلة لاوروبا قرروا انهم ما يكتفوش بالمراسلات الباردية لازم حد من النادي يسافر بنفسه يرتب للرحلة ويتفق على كل حاجة مع الاندية اللي الاهلي حيزورها خصوصا بعد ما بقى فريق الكرة له شأن كبير قوي وكمان منتخب مصر كان عمل سمعة كبيرة وسمعة كويسة بعد الفوز بالمركز الرابع في الدورة الأولمبية بأمستردام سنة الف تسعمية تمانية وعشرين في الوقت ده كان فيه شركة سياحية في القاهرة بتنظم رحلات لفرق أوروبية بتيجي تلعب في مصر وصاحب الشركة كواجه اسمه ميسيو شينيارا وكان أي فريق بيجي مصر كان بيلعب من أربع لخمس مباريات وبياخد حوالي ألف وخمسمائة جنيه مصري والفرق المصرية بتعود المبلغ ده عن طريق تزاكر المباريات فتم الاتفاق بين داود راتب بي وميسيو شينيارا على تنظيم رحلة لأوروبا للنادي الأهلي بنفس الطريقة الأهلي ياخد مبلغ مقابل أن الأندية الأجنبية تاخد قيمة التزاكر وبدأت المراسلات مع الأندية الأوروبية وفضلت التفاصيل المالية فقررت إدارة النادي الأهلي أن رياضة فندي شوقي أمين السندوق يسافر مع ميسيو شينيارا للاتفاقات النهائية مع الأندية والتوقيع على العقود وتم الاتفاق مع أندية في تركيا وبلغرية وألمانيا وهولندا وما تمش الاتفاق مع أندية المجر وتشيكوزلوفاكيا ويوغوزلافيا والنمسا وتم تكليف رياضة فندي شوقي أمين السندوق برئاسة البعثة فختم رحلته فختم رحلته اللي عملها للاتفاق على المباريات ورجع من هولندا لإسطنبول عشان يستقبل الفريق في نفس الوقت اتشكل الفريق من 18 لاعب منهم 15 لاعب من الأهل اللي هم مين؟ عبد الحميد حمدي وعزيز فهمي وعلي الحسن ورزق الله حنين وتوفيق عبد الله وأحمد رفعت ومحمد علي رسمي وأحمد سليمان ويوسف الشريعي وممدوح مختار وأمين شعير ومحمود مختار التتش وجميل الزبير وفؤاد صادق وجميل أصمان ومعهم ثلاث لعيبة من الاتحاد السكندري اللي هم مين بقى؟ سيد حودة ومحمود حودة وجابر السوري وقامت إدارة الأهل بتوديع البعثة في محطة السكة الحديد في ميدان رمسيس اللي بنقول عليها دلوقتي محطة مصر ووصلت مناء بورسعيد وغدرت البعثة بورسعيد على الباخرة رشيد يوم 17 يوليو 1929 ووصلت إسطنبول يوم 21 يوليو وقامت البعثة بجولة سريعة في الأماكن الأسرية بمدينة إسطنبول وفي اليوم الثاني اتمرن الفريق الصبح وبعدين ارتاح طول اليوم استعداداً لأول مباراة يوم 23 يوليو 1929 اتملت الصحف التركية بإعلانات عن الأهلي والمباراة اللي حيلعبها وكتبت عن كل لاعب من أفراد الفريق والبطولات اللي فاز بيها الأهلي في مصر والساعة ثلاثة العصر لعب الأهلي مباراةه الأولى قدام نادي فنار بخشا ده واحد من أقوى الفرق التركية وفاز الأهلي بنتيجة كبيرة ستة اتنين كانت النتيجة كبيرة للدرجة اللي حفزت نادي جلطة سراي اللي هو الضلع التاني للكرة التركية فجات مباراةه مع الأهلي يوم 26 يوليو أقوى وأعنف من مباراة الأهلي مع فنار بخشا ورجم كده فاز الأهلي اتنين واحد وتسبقت الصحف التركية في الإشادة بالأهلي ويوم 28 يوليو لعب الأهلي مباراته الثالثة قدام منتخب تركيا فاز فيها المنتخب التركي اتنين واحد وبسبب الأداء القوي للأهلي والإقبال الجماهيري الشديد على مباراته جات للأهلي دعوات من أندية أنقرة وأزمير لكن الأهلي كان مرتبط بأداء ماتشين في بلغاريا ورغم العروض المالية المغرية إلا أن الأهلي لا يمكن يخالف تعاقداتهم فسافر الفريق بالقطر في اليوم التالي 29 يوليو 1929 إلى صوفيا عاصمة بلغاريا ووصل مساء 30 يوليو بعد سفر 23 ساعة ما تستغربوش الأطرات زمان كانت سرعتها بطيئة جدا وبتاخد وقت طويل يوم 3 أغسطس لعب الأهلي مع نادي ليفسكي صوفيا وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد وكم عاد المباراة التانية تاني يوم على طول مع فريق سلافيا صوفيا وفاز فريق سلافيا صوفيا بنتيجة 4 واحد ويمكن سبب الخسارة ان الفريق لعب مباراتين في يومين وربعا وكان المفروض يكون بين المطشين يوم راحة على الأقل كمان في الوقت ده ما كانش فيه تغييرات في المطشات يعني اللي ينصب مثلا ما حد الشنز المكانه ولا حتى اللي تعب ومش قادر يكمل وبالمناسبة الفرقتين ليفسكي وسلافيا من فرق الدور الممتاز في بلغاريا يعني فرقتين كبار وبعد المباراة التانية طلب المسئولين في الفرقتين تنظيم مباراة تالتة مع الأهلي تكون مع منتخب من الفرقتين لكن الأهلي كان ملتزم بالسفر لألمانيا ودي بعض الصور اللي الفريق فيها كان بيقوم بجولة في العاصمة صوفيا والأماكن السياحية وبعد كده سافر الفريق بالقطر من مدينة صوفيا البلغارية يوم 7 أغسطس وصل لمدينة لايبزيك الألمانية يوم 9 أغسطس الفريق أضللتين كاملتين في القطر إرهاق ما بعده إرهاق شوفوا دلوقت المسافة دي ما بتاخدش ساعتين ثلاثة طيران ولحب الأهلي مباراةه الأولى مع نادي لايبزيك يوم 12 أغسطس وانتهت بالتعادل اتنين اتنين وأشادت الصحف الألمانية بالأهلي وبعضها كتب زي ما ذكر كتيب الأهلي الصادر في 1929 أشبال الملك فؤاد في لايبزيك وأجمعت الصحف على قوة الأهلي ومن لايبزيك سافر الأهلي إلى ميونيخ ولعب ثلاث مباريات فاز في الأولى على ميونيخ 1860 4-3 وتعادل في التانية مع تنس بروسيا 2-2 وخسر التالتة قدام بروسيا 5-3 ومن ميونيخ سافر الأهلي لمدينة جيلفين كيرشن عشان يلعب المباراة الخمسة والأخيرة في ألمانيا وتعادل مع فريق جيلسن كيرشن 3-3 وانتهت رحلة الأهلي في ألمانيا كان مقرر الأهلي يسافر هولندا يلعب مباراة قبل ما يرجع لمصر لكن الاتفاق ما تمش فقرر رياضة فندي شوقي رئيس البعثة العودة لمصر وبالقطر سافر الفريق ووصل مارسليا يوم 27 أغسطس وعن طريق الباخرة وصل لبورسعيد يوم 6 سبتمبر بعد 52 يوم بالتمام والكمال هي مدة الرحلة رحلة الأهل الأوروبا عملت دعاية كبيرة جدا لمصر والأهل للدرجة اللي نادي ليفسكي سوفيا قرر إن علم الأهلي يكون ضمن الأعلام الموجودة في دلاب كؤوس بطولاته مع أعلام الأندية الكبرى اللي لعب معها ونرجع لمحاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الجمعية العمومية اللي انعقدت يوم 30 نوفمبر 1928 تم اختيار صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيسا شرفيا للنادي وسعادة عزيز عزة باشا وكيلا شرفيا للنادي لكن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 29 نوفمبر 1929 شهد الطلب من بعض أعضاء النادي بتعديل وتصحيح قرار الجمعية العمومية السابق بمنح عزيز عزة باشا الوكالة الشرفية إلى منح الرئاسة الشرفية وكان لطلب الأعضاء وجهته لأن عزيز عزة باشا كان الرئيس التاني للأهل وفعلا تم طرح اسم عزيز عزة باشا على الجمعية العمومية ووافقت بالإجماع وأصبح عزيز عزة باشا رئيسا شرفيا للأهل ونتنقل لسنة 1930 اللي بدأت بقرار تربوي كان سبب في خسارة الأهل لتلاتة من أهم لعبه إيه حكاية القرار ده محمد أفندي زاكي الأورنفولي كان لعب كرة قديم مطلع العشرينيات في صفوف نادي المختلط وبعد اعتزاله لكرة القدم انضم لعضوية النادي الأهل ولأنه لعب كرة قديم كان صديق لعدد كبير من لعب فريق الكرة بالأهل وصلت لللجنة العليا للنادي الأهل شكوى من بعض أعضاء النادي إن محمد أفندي زاكي الأورنفولي عمل فتنة بين أعضاء النادي وتسبب في مشاكل بينهم اللجنة التنفيذية للنادي حققت في الشكوى واكتشفت إن اللي حصل من محمد زاكي الأورنفولي كان أثره كبير جداً بين الأعضاء وصل لمرحلة إن بعض الأعضاء اتخنقوا مع بعض بسبب أفعال اللجنة التنفيذية لقيت إن استمراره في النادي حتسبب في المزيد من المشاكل وإن أفعاله خطر على قيم وأخلاقيات النادي الآلي فرفعت أمره لللجنة العليا اللي خدت قرار كان نصه قررت اللجنة العليا للنادي الأهلي للألعاب الرياضية فصل حضرة محمد أفندي زاكي الأورنفولي من عضوية النادي لما وصل لللجنة من قيامه بأعمال المشاجبات والتفرقة بين أعضاء النادي وهذه أعمال لا تتفق مع الروح الرياضية التي يجب أن تبث بين الأعضاء وبين طلبة المدارس الذين يكونون الجزء الأكبر من أعضائه وقررت اللجنة العليا تعليق قرار فصل محمد أفندي زاكي الأورنفولي في لوحة قرارات النادي لكنها تفجأت بموقف جريب أوي من ثلاث لعيبة بيعتبروا من أعمدة فريق الكرة الرئيسية الحرس الأساسي عبد الحميد حمدي وأحمد سليمان وجميل الزبير اللعيبة الثلاثة وزي ما قلنا كانوا أصدقاء لمحمد أفندي زاكي الأورنفولي فأعلنوا رفض قرار فصله من عضوية النادي مش بس كده دول هددوا بأنهم حيتنقلوا لنادي المختلط اللي هو الزمالك دلوقتي لو القرار ده ما تلغيش اللي هو قرار فصل محمد أفندي زاكي الأورنفولي كان تصرف غريب بيحصل لأول مرة في تاريخ النادي الأهل لأول مرة لعيبة فريق الكرة يتدخلوا في قرار لللجنة العليا للنادي وكمان بيهددوا أنهم يسيبوا النادي والأغرب أنهم ما كانوش طرف في مشاكل محمد أفندي زاكي الأورنفولي وهنا كان قرار الأهل اللي مش عاجبه يمشي مش من حق أي حد يتدخل في قرار للنادي إدارة الأهل ما تهزتش وما خضعتش لرغبات اللعبين ما فكرتش في الخسارة الفنية المتوقعة اللي حتأثر على فريق كرة القدم وفعلا اللعبة التلاتة ما كملوش الموسم مع الأهل وفي الصيف اتنقلوا لنادي المختلط وهو ده الأهل ما فيش أي تهاون في أي خروج أخلاقي ومهما كانت نجومية أي لعد ومهما كانت حاجة الفريق الفنية له المبادئ قبل البطولات وقبل ما نتنقل للعقد الرابع من القرن العشرين مهم أننا نسرت بطولات الأهل في كرة القدم في العقد الثالث وزي ما أنتوا شايفين في الجدول اللي قدامكم على الشاشة أقيمت في العقد الثالث 27 بطولة في مسابقات كاس السلطان حسين ودور القاهرة وكاس مصر فاز الأهلي باربعتاشر بطولة منها يعني أكتر من نص عدد البطولات وفاز المختلط بشمس بطولات والترسانة باربع بطولات والسك الحديد بثلاث بطولات والاتحاد السكندري بطولة واحدة مش بس كده الأهلي جمع بين البطولات الثلاثة مرتين في مواسم 1924-1925 و1926-1927 وجمع بينهم مرة تلتة في التلاتينيات الإنجاز ده مفيش فريق عمله في تاريخ المسابقات الثلاثة مفيش فريق غير الأهلي جمع بين البطولات الثلاثة ودلوقتي بقى نقدر نتنقل للعقد الرابع وثلاثينيات القرن الماضي في إبريل 1932 احتفل النادي الأهلي باليوبيل الفضي مر على تأسيس النادي الأهلي 25 سنة فأصدر النادي الأهلي كتاب بالمناسبة دي وكان ده أول كتاب يصدر عن نادي في مصر ويمكن يكون أول كتاب رياضي صدر في الفترة دي دايماً الأهلي سباق وصاحب الرياضة والمبادرة الأولى في كل شيء الكتاب شمل نبذة عن تاريخ النادي وتأسيسه وعقد شركة النادي الأهلي للرياضة البدنية وتاريخ دخول الألعاب المختلفة للنادي وأسماء وصور مؤسس النادي والمساهمين ورؤساء شرف النادي ورؤساء النادي وعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وأمناء الصندوق وسكرتير النادي منذ تأسيسه وحتى لاحتفال بليوبيل الفردي الكتاب عرض كمان تاريخ تطور منشآت النادي وزيادة مساحته وملاعبه على مدى خمسة وعشرين سنة من تأسيسه وعرض تاريخ كرة القدم بالنادي وتشكيل أول فريق للكرة سنة 1911 وأسماء وصور كل لاعبي كرة القدم اللي مسهله النادي لحد 1932 واستعرض الكتاب المسابقات المختلفة اللي نظمها النادي الأهلي للطالبة زي كسحمة حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى واستعرض كمان البطولات اللي فاز بها النادي الأهلي في غورة القدم واستعرض تاريخ ألعاب التنس والملاكمة ورفع الأسقال وكرة السلة مش بس كده الكتاب استعرض الدور الوطني للنادي الأهلي في تمصير الرياضة المصرية وتأسيس اتحادات رياضية للألعاب المختلفة وكمان تأسيس الاتحاد المصري للأندية الرياضية عشان يحل محل الاتحاد المختلط وأخيرا استعرض الكتاب الدور الفني والثقافي للأهلي وحفلات الأبرة السنوية اللي الأهلي كان بينظمها مرتين في السنة مرة في عيد تأسيسه السنوي في شهر إبريل والتانية في وقفة العيد اصدار الأهلي لكتاب في اليوبيل الفضي يعني لاحتفال بمرور 25 سنة على تأسيسه كان محفز لإدارة الأهلي عشان ياخد دور الرياضة الصحفية بين كل أندية مصر ففي العام التالي 1933 قررت اللجنة العليا للنادي الأهلي إصدار مجلة شهرية تحمل اسم النادي الأهلي وكانت أول مجلة رياضية تصدر عن نادي في مصر لما فتحنا المجلة لأن فيها العديد والعديد من المفاجآت زي إيه مثلا أهم مفاجآة هنعرفها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة